موسيقى السلام عليكم شبابنا العزاء ان شاء الله اليوم نشرح لكم Aortic Stenosis وشرحنا Mitral Stenosis وشرحنا Mitral Regurgitation ونحن نتحدث عن Aortic Stenosis قبل ما نتحدث عن Aortic Stenosis الميترال بالفو برو لابس أريد أتحدث عنه أول شيء هو كل شيء لكن أغلب الحالات تكون Asymptomatic يكون أكثر بالفيميل إذا سوى أعراض ما يأتي المريض؟ إذا سوى أعراض يسوى chest pain يسوى palpitation due to arrhythmia وهي association أحيانا يأتي transient, ischemic attack, stroke فلذلك إذا اسمتماتيك المريض نقل له روح إذا سوى symptom عنده نطيب beta blocker حمل الأرhythmia وإذا عدى history of transient, ischemic attack أو stroke نحن نمشي على أسبرين هذا الميترال بالفو برو لابس إن شاء الله اليوم نحشى على aortic stenosis Aortic stenosis كالعادة لدينا causes و clinical picture و investigation و علاج بالنسبة لل causes في Aortic stenosis يفضل نقسمه إلى فئات عمرية أكثر فئة عمرية تتأثر هم جماعة الالدارلي الكبار بالعمر سبعينات وفوق يعني بدافدسون عندك 10% من اللي عمارهم فوق 75 سنة هذول عدتهم Aortic stenosis و 5% من اللي عمارهم فوق 65 سنة عدتهم Aortic stenosis وهو كمان يعني شنوه المست كمان كوز of Aortic stenosis in elderly هو سينايل كالسيفكيشن هذا الاورتك فال يصير به تكلسات و دي جنريشن يسموه السينايل السينايل يعني ما تكبر سينايل كالسيفكيشن of the aortic فال is the most common cause of Aortic stenosis in the elderly من اللي عمارهم من اللي عمارهم المدل ايج و ال young age يعني نقول فوق العشرين لحد الخمسينات عدنا ثنيا هنه موست كمان كوز يعتبرن ثنيا بهايئ ما اللي عمارك بايكاسبة ايورتك فالب الشباب الأيورتك والب بيثري처럼 بايكاسب роз كما نقوم به كعني بايكاسب ايورتك والب كمّل شباب صغير نقطاع بسيط البي كاسبة البي كاسبة ليس وجعب بالأطفال لا وانماACH هذا هم رح يكون به hi tofu calciification في السينايل الى يانج itunes يلا تبين اليةيراتيق ستيرى بالمثال التعالية بالمثال انتظر با²قراه والثاني هو الروماتيق الديزيز الروماتيق الديزيز شين اللي ميز بناتن? عادة ان الروماتيق الديزيز فم تسوي بس automateيراتيق ستيرى ننقوا معها ميترال بالديزيز هو ميتياء مترال بالديزيز مترال استيرى هو 95% من الكوزات على الروماتيق الديزيز فعادةً الايورتك ستينوسيز يكون مترال بالدزيز بينما البيكاسب ايورتك ستينوسيز يكون واحدة هذا تقوير الـ middle age and young age أما بالنسبة للأطفال الحد الأطفال والأطفال يعني فكون جنيتال كون جنيتال ايورتك ستينوسيز إذن يا شباب رقاردين ايورتك ستينوسيز أكثر شيء بكبار العمر خاصة فوق السبعين سنة المنزل عير الماضي سنة إلى العمل المنزل summarize مهضان لدينا كلا управل dug�يم المنزل canopy أسمتمك المأمل المتابع The most common cause in shoulder is congenital heart disease. The clinical picture. We have a field called mild pulvular problem. The mild pulvular problem is asymptomatic The mild pulvular problem is asymptomatic. Why? Because the heart is a compensation. And the cardiac output maintains the cardiac output. يعني الايورتيك ستينوسيس ببداياته الكاردياك اوتبو الطبيعي وكل شي طبيعي بس بعدين شوية شوية بالبروغرشن تبدي تظهر عندي الأعراض خنشوف شون اللي راح يصير عدنا أدس هذا الهارت عدنا حسن يوم ايورتيك بالبالب عدنا نهتم بالايورتيك بالبالب هذا الايورتيك بالب من يصير بي ستينوسيس؟ ستينوسيس معناتها صار بيتضيق أول شي المريض يكون اسمتماتيك مائل تو مودريت ايورتيك ستينوسيس يكون المريض اسمتماتيك ممكن يبقى سنوات طويلة اسمتماتيك بعدين من يبدي يتضيق أكثر وأكثر؟ الليفت فينتركل يدخل لدم منه يتجمع بيت دم المفروض أثناء السيستول وين يضخه؟ للايورتيك بالبالب والنوب للايورتيك زيان هسا الايورتيك بالبالب عندي متضيق الليفت فينتركل يريد يضخ الدم يشوف انه اكو قدامه صار تضيق بالمخرج فهذا شي يسوي حتى يسوي كونتراكشن أقوى على مود يدفع الدم اللي عنده باتجاه الايورتيك رح يصير بي هايبرتروفي تضخم المصل سايز المصل سايز يكبر يصير هايبرتروفي على مود يصير على مود يدفع الدم خلال هذا الايورتيك بالبالب المتضيق زيان فالمريض بهيج حاله وهو قاعد ما عنده اعراف لأن شنو لأن كومبنسيت بس مني يقوم مثلا يركض يسوي اكسيرشن يسوي اكسيرشن راح يتعرض الى واحدة من ذني يسموه الاكسيرشنال ساد اللي هو التراييد أوف ايورتيك ستينوسيس اكوثولاثي يصير ويا الايورتيك ستينوسيس شو كت يصير؟ يصير بالاكسيرشن لأن بالاكسيرشن الجسم يحتاج دم أكثر يزيد احنا عندنا البوابة لطلع دم للجسم بها تضيق فيبدي التأثير اثناء الاكسيرشن زيان شنو اكسيرشنال ساد؟ واحد من يركض السكيلتال مصل مالت البلد سبلاي مالتها سير فازو ديليتيشن بيها فتاخذ الدم يسمو ديفيرجين تورد السكيلتال مصل تاخذ الدم ممنيا على حساب البرين على حساب أعضاء أخرى فالبرين ممكن أثناء الاكسيرشن شي سير له؟ لأن قلنا السكيلتال مصل منها تحركت احتاجت بنزين البلد فازو المالتها توسعت اجت دم إلها على حساب البرين صار السيربرال هايبو بيرفيوجن السيربرال هايبو بيرفيوجن ممكن يعرض المريض إلى ماذا؟ إلى إغماء فإذن سينكوبي اكسيرشنال سينكوبي كان يركضون فقط وعي إكسيرشنال سينكوبي هذه نقطة النقطة الأخرى الأي أنجاينة هذا المريض هذا المريض من صار عندها هايبو تروفي المصل زاد السايز مالتها ومن زاد السايز مالتها تحتاج دم أكثر صح لو لا؟ زين هذا المشكلة بالهارت من يسوي كومبنسيشن والمصل يزيد السايز مالتها البلد سابلاي يبقى نفسه ما يزيد يعني شون ما أنت عندك بيت طابق واحد ومخلي له تانكي مي واحد قررت تبني طابق ثاني بنيت الطابق ثاني وبقيت التانكي الواحد نفسه يكفي المي؟ ما يكفي الهارت نفس الشغل يسوي يصير بالمصل هايبارتروفي بس البلد سابلاي نفسه فهذا يعرضه إلى نوع من أنواع الإسكيمية بس شوك تتبين هاي الإسكيمية تتبين أكثر شي وي الإكسيرشن لأن من هو مرتاح؟ القلب مات مرتاح مو ذاك الحاجة للكورونري بيرفيوجن يعني بس من يسوي إكسيرشن أول شي القلب راح يدق بصورة أقوى الهارت ريتي يزيد فالقلب يحتاج دم أكثر لأن هذه المصل ماتة من قامت تشتغل أكثر تريد منزين أكثر فتبين الإسكيمية زين فأول سبب للأنجينة هو الهايبارتروفي ثاني سبب لهذه الأنجينة هو اللو كاردياك أوتبوت خلي حتيركم ليش جاي يصير اللو كاردياك أوتبوت هذا الليفت فينتركل من كان من كان هيك حجمة كان هيك حجمة فيستوعب دم يستوعب دم من الليفت أتريوم من صار بهايبارتروفي التضخم يصير إلى الداخل يعني هيك يصير التضخم بالليفت فينتركل التضخم يصير للداخل فقابليته على استيعاب الدم رح تقل يستوعب دم أقل يعني يصير واحدة من أسباب الدياستوليك هارت فيلير هو الايورتك سينوسيس ليش؟ ليش؟ الهايبارتروفي يصير إلى الداخل فيقل المخزون فالدم اللي ينزل هنا شنو؟ يقل زين الدم اللي يطلع منا يقل فيكون هناك لو كاردياك أوتبوت هذا أول سبب للو كاردياك أوتبوت ثاني سبب للو كاردياك أوتبوت أنه هو الايورتك فالف مضيق هو مضيق وقوة جاي يطلع من عند الدم النوب أكو هايبارتروفي وجاي ينزل دم قليل إذن هذا يؤدي إلى لو كاردياك أوتبوت ولو كاردياك أوتبوت معناتها حتى الكورونري آرتري تتأثر يعني الدم جاي يطلع من الهارت قليل يروح للكورونري قليل وهذا أيضا بريدس بوسفور أنجاينة أكو سبب ثالث أيضا للأنجاينة بالأيرتك سينوسيس أكثر شيء وين يصير الأيرتك سينوسيس؟ بالأكبار بالعمر بالأكبار العمر ما عدهم؟ عدهم أثيروسكلوروسيس الأثيروسكلوروسيس والهايبارتروفي واللو كاردياك أوتبوت تعرض المريض إلى إكسيرشنال أنجاينة زين إكسيرشنال أنجاينة هذا الليفت فينتريكل هذا الليفت فينتريكل من الأول شي هو صار بهايبارتروفي وكمبنستري ميكانيزم أثناء الرأس بس بالإكسيرشن بسبب الإسكيمية اللي يصير بيه سيصير بيه مثل الفيلير يقوم بعد ما يقدر يؤدي وظيفته بصورة صحيحة الليفت فينتريكل من ما يؤدي وظيفته بصورة صحيحة راح يرجع الدم إلى الليفت أتريوم يعني صار الفيلير يرجع الدم إلى شنو؟ إلى الليفت أتريوم ومن الليفت أتريام إلى البولمونري فينز وراح يصير بولمونري كونجسشن يتعرض المريض إلى بولمونري إديما بين فترة وفترة يجي للمستشفى عنده بولمونري إديما يصير عنده إكسيرشنال ولكن من تبدي عدة الأعراض البايشنت بسرعة تتخربط أحواله يعني إذا بقيناه بدون علاج خلال ثلاث سنوات إلى خمس سنوات يتوفى بقيناه بدون علاج يترابدني من تبدي عدة الأعراض ومن تبدي العراض إذا لم يتعالج ثلاث سنوات ثلاث سنوات سرعتهم واحدة من أسباب السدن ديث هو الايورتك ستينوسيس حسنا؟ هذا بالنسبة للكلينيكال فيتشار طبعاً الذي يفهم الهيمو داينياميك إن دي كارديولوجي رح يعرف إنه الايورتك فال المشكلة يرجع على الليفت أتريام يصير بومونري كونجسف سيمتمس بومونري كونجسف سيمتمس على المدى البعيد شو تؤدي الى pulmonery hypertension pulmonery hypertension يؤدي الى right ventricular hypertrophy الhypertrophy بالright ventricular همين ينتهي بفالير وينتهي bright side heart failure ولذلك المستكون الموجود لفضل right side heart failure هو left side heart failure يعني أي فضل في المدى البعيد على المدى البعيد ستؤثر على على مسرطان الطريق على طريق shot Yani mitochondrial stenosis وال demitra regurgitation وال częstatic stenosis على المدى البعيد يؤدى إلى Geo de nocturnal فيديو مالكstroke دخول العرب لا أمامه مثلا lo, من الضخم سيصبح ضعيف لو قوي سيصبح قوي صح لو لا فمن يصير هايبرتروفي مع الضخم مع الضخم ما هي العبارة؟ يعني من عندك الضغط هنا زائد اما الضخم او واحد عنده هايبرتينشن ضغط عالي بكل الاحوال جاي واجه صعوبة يسموها او يسموها هاي التعابير وهو مضخم وكأنهم تنك جاي يسوي كونتركشن قوي اجانست فاتشي متضيق اللي هو او الضغط عالي اللي هو فهنا من خلي ايدنا راح تجيني ضربة قوية وتقعد على ايدي شوية وترجع هو هذا الهيف يسموه يصير سببه سببه سبب الهيبرتروفي سبب الهيبرتروفي سبب الهيبرتروفي سبب الهيبرتروفي ايضا وبالترجع ان ايضا من خلي ايدي هنا على باراسترنا واحس بالترجع وهتم إذن يجي واحد يقول لي أنا من أخلي إيدي عن نبض ألقى ديسيبليزد أقول لا أقول له ديسيبليزد بعدين بالإنت ستايج لأن هذا الهايبرتروفي بعدين منصر بي إسكيميا هم ينتهي بديلتاشن هذا حشي آخر هو الطب يعني موب هالسهولة هاي بعدين الهايبرتروفي هم ينتهي بديلتاشن بس من نحشي علىهايبرتروفي واحدة ما يسوي ديسيبليزمان شن السبب لأن التضخم قلنا يصير للداخل لو صار للخارج بها مجال بس التضخم للداخل صار فالأبكس بيت مكانها الأبكس بيت بالفث انتركوستال وقوية تكون هيفينج أبكس 가방 الضهر المدفو يكب من الخصول عجزة يوم إصلاح يطلع على الدم يطلع بالتدريج يوم نساء يلاحج النابض Wood العجز يوم من الحس يكون هيتشي. هذا البالد متضيق الآن عندي. فمن راح يطلع الدم شون يجينا النبض؟ هيتش يجينا. يعني سلو رايزنج بلس يسموه. يسموه سلو رايزنج بلس. وين ما تقرب مكلاود بغير مكان اكو يسموه بلسس باربس اكو يسموه بلسس تاردس واكو يسموه سلو رايزنج بلس. هذه المصطلحات related to the aortic stenosis. هذا بالنسبة للساين. بالنسبة للإنفستيكيشن على اتفاقنا أربع إنفستيكيشن. ECG chest x-ray echocardiograph catheterization. ECG chest x-ray echocardiograph catheterization. ECG. ما نلقى بالECG؟ نلقى left ventricular hypertrophy. تمام؟ left ventricular hypertrophy. يومنا في المهب المتابعة يعاني ا город قاما wait it for a while. بعد قاما أحد احد تنеюсь. ممكن رايزنج ب SEC. يبين الكالسيفيكيشن بالشيس اكس ري وممكن يطلع بالشيس اكس ري كالسيفايد ايورتك بالزيد الايكو الايكو اول شي شخص وثاني شي يطلع للسيفيرتي وثالث شي ممكن يطلع للاندرلاين كوز ورابع شي ممكن قايد المنجمين يعني مثلا اذا التضيقات معينة يقل لك هاي اندكيشن فور سيرجري يعني بصورة عامة بالفالفولار ديزيز الايكو هو افضل انبسيكيشن لماذا يشخص ويطلع لك الاية ويمكن يطلع لك الاندرلاين كوز ويحاق ايض مانجمين بعدكه حسن من يكموح حسن الكاثترايزيشن هنانا تمنى الها فائدة اضافية انه اساس فور كورونري ارتري ديزيزيز يعني اشوف لهذا المريض عدوي ال ايورتكستينوسيس كورونري ارتري ديزيزيز لو ما عنده ايهاتش بالنسبة للتريتمنت هنا نخلي لك الأم مقابيلها علامات تعجو شباب الميديكال تريتمنت بالأيورتك ستينوسيس لا تظهر لإمكانك التصوير يعني الميديكال تريتمنت لا يوجد أمام بالأيورتك ستينوسيس قلنا من تبدأ الأعراف بالأيورتك ستينوسيس لثه إلى خمس سنين المريض يتوفى بدون علاج إذن قالوا دعنا نطيه ميديكال تريتمنت الميديكال تريتمنت لا يأثر أصلا بالعكس شافوا من يطون هذا المريض بازو دايليتر يتأذى لذلك البازو دايليتر يتأذى يعني هذا الـ AC انهبتار والبقية لا يصير تطيهن بالأيورتك ستينوسيس يجيب لك بالمسي كيو AC انهبتار بازو دايليتر ما مقبول الأيورتك ستينوسيس علاجة سيرجري سيرجيكال ربليسمت أوف دايليتر تمام مو مثل الميترال سينوسيس والميترال رقيرج بيهن مجال ميديكال والنوب سيرجيكال لا الأيورتك ستينوسيس بيحشايتين للألاج مالك إذا كان ما بي أعراب أسيمتماتيك وميلد تو مودريت ستينوسيس ومو كل شي خوف يعني ما بادي عدة أعراب ممكن فالو أب ممكن بس ما البادي عدة أعراب وتقلي ميديكال لو تقلي فالو أب ما مقبول سيرجيكال أوكي سيمتماتيك أيورتك سينوسيس ما يحتاج سيرجيكال ربليسمت أوف دا بال تقلي مو هذا شايف عمره 75 ما يخال 75 بدللي الأيورتك سينوسيس تمام هذا بالنسبة الأيورتك سينوسيس إن شاء الله فهمتوه شباب مطبقين إن شاء الله موسيقى موسيقى